تحرك حكومي لمقاطاة الإمارات دولياً في المحافل والمؤسسات الدولية تحرك حقوقي والدبلوماسي لوقف انتهاكات بحق السهادة اليمنية وتغولها في السيطرة على المنشآت الحيوية والاستراتيجية وتعطيلها ودعمها للميليشيات المسلحة المقوطة للحكومة الشرعية في المناطق المحررة والمهددة لأمن ووحدة واستقرار الشعب اليمني وزير النقل صالح الجبوانين كشف عن بدء الحكومة بالإجراءة الفعلية لنقل انتهاكات أبو ظبي للجهات الدولية المعنية بذلك وقال الجبوانين إنه سيبحث في مدينة مونتريال الكندية في الخامس العشرين من سبتمبر الجاري مع قيادة منظمة التغيران العالمية انتهاكات الإمارات بحق الموانئ والمطارات مضيفاً أنه سيحضر أيضاً في أكتوبر اجتماعاً مع الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية في لندن تحرك لوضع المنظمات الدولية أمام مسؤوليتها إذا ما يجري من انتهاك لسيادة الدولة اليمنية على مطاراتها وموانئها من قبل أبو ظبي منذ تدخلها تحت يافطة تحالف استعادة الشرعية شرعة الإمارات في السيطرة على المطارات والموانئ والتحكم بها بعيداً عن قرارات الحكومة الشرعية التحرك الحكومي ضد دور أبو ظبي مستمر على أكثر من صعيد تقابله ضغوط إماراتية سعودية على الشرعية للقبول بالواقع المفروض في عدن والدخول في حوار مع الانتقالي الجنوبي مع قرب انعقاد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تفيد الأنباء أنه من المقرر أن يحضرها الرئيس هادي تتضاعف الضغوط السعودية والإماراتية لثني الشرعية عن تدويل ملف انقلاب عدن الذي دعمته أبو ظبي التقى الرئيس هادي نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان في الرياض وتناول اللقاء قضايا ومواضع ذات اهتمام مشترك بين البلدين لقاء يراه مراقبون أن دلالات التوقيت تصب في اتجاه ثني الرئيس هادي عن المشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة أو لمنعه في حال مشاركته من رفع أي شكاوى أو دعاوة ضد الإمارات الداعمة لتمرد عدن ولحركات العنف المناوئة لشرعية